موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم معكم القص نبيل إبراهيم أرحب بكم في هذا اللقاء الثاني الذي نقدم لكم بعد نجاح المناظرة الماضية ولقاءنا اليوم هو عبارة عن مناظرة ثانية تحت عنوان شخصية المسيح في القرآن الكريم شخصية المسيح شخصية تستحق أن تدرس سواء في الكتاب المقدس أو في القرآن وهي محور أساسي من محاور الخلاف بين المسيحية والإسلام ومن هنا تأتي أهمية هذه المناظرة أصلي أن تكون هذه المناظرة أيضا سبب بركة لكل المشاهدين الكرام في كل مكان يشرفني مرة أخرى أن أدير هذه المناظرة الثانية وسأحرص فيها مثل المرة الماضية على أن تتم في أفضل حلة ممكنة أن يسود فيها الاحترام المتبادل والنقاش الفكري والالتزام باحترام وقت المداخلات التعريف بالطرفي المناظرة سأعرف طرفي المناظرة بناء على المعلومات التي بعثها لي الإثنان والعهدة عليهما الطرف الأول الدكتور منقز بن محمود السقار أكاديمي سوري حاصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى في مجال مقارنة الأديان له العديد من السلاسل العلمية حول المسيحية والإسلام في الفضائيات والإذاعات العربية إضافة إلى مئات الحلقات على قناته على اليوتيوب قدم للمكتبة العربية 18 كتابا إضافة إلى 10 كتيبات أهمها هل العهد القديم كلمة الله وكتاب هل العهد الجديد كلمة الله وبعض كتبوا مترجمة للغات عديدة من بينها الإنجليزية والفرنسية والدكتور منقز ما يقرب من 30 مناظرة مع بعض القصص والأكاديميين المسيحيين أما الطرف الثاني الأخ رشيد باحث وكاتب إعلامي حاصل على شهادة الإجازة في مقارنة الأديان وماجستير في العلوم السياسية قدم برنامج سؤال جريء ويقدم الآن برنامج بكل وضوح وأيضا برنامج أبولوجيا قدم ما يفوق على 700 حلقة مرئية على التلفزيون ويمكنكم مشاهدتها أيضا على اليوتيوب كتب ثلاثة كتب اللغة العربية مترجمة إلى لغات أخرى داعش والإسلام مستقبل الإسلام وإعجاز القرآن أجرى عددا من المناظرات حصلت على ملايين المشاهدات مع شيوخ مسلمين مثل الشيخ محمد الفزازي والشيخ طارق يوسف والشيخ محمود عامر والشيخ عمار صالح موسى بالنسبة لشروط المناظرة أذكركم بأن المناظرة الماضية كانت تحت عنوان هل بشر الكتاب المقدس بمحمد وكان العنوان والموضوع من اختيار الأخ رشيد وهو موضوع في المسيحية أما موضوعنا اليوم شخصية المسيح في القرآن الكريم فهو عنوان وموضوع اختاره الشيخ منقذ السقار وهو موضوع في الإسلام وبناء عليه ستبقى الشروط كما كانت في المرة الماضية لكن اتفق الطرفان على إضافة شرط آخر وهو عدم الخروج عن الموضوع المطروح إلى مواضيع أخرى ويبقى الحكم للمشاهدين المدة الإجمالية للمناظرة ساعتان لكل طرف ست مداخلات وإن تبقى شيء من الوقت يمنح للطرفين بالتساوي نبدأ الآن مع أول مداخلة وستكون هذه المرة للشيخ الفاضل منقذ السقار فضل حج الشيخ أهلا وسهلا قبل أن أبدأ رجب طلبات لم تعطوه للإخوة كما اتفقنا مساء الخير على الجميع مساء الخير قص نبيل أرحب الأستاذ رشيد أرحب السهل المشاهدين أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للحق وأن يجعلنا من أتباعي رب يشرح لي صدري ويستبلي أمري وحل العقدة باللسان يفقه قولي موضوع مناظرتنا الليلة شخصية المسيح عليه السلام في القرآن الكريم القرآن يعتبر المسيح عيسى بن مريم واحدا من أعظم أنبياء الله تعالى تحدث عن شخصه في مواضع عديدة تناول فيها ميلاده رسالته معجزاته خصائصه نجاته من الصلب عليه الصلاة والسلام كل واحد من هذه الموضوعات نجد فيه آيات عديدة سأثبت مصداقية ما قاله القرآن الكريم عن المسيح من خلال عدة أمور أولا الكتاب المقدس الذي أعتبره وثيقة تاريخية ويعتبره الأستاذ رشيد وثيقة إيمانية نين شهادات المعاصرين معاصرين المسيح عليه الصلاة والسلام من المؤمنين والكافرين كذلك شهادات المؤرخين بعدهم أيضا سأستردم أقوال القصص والأكاديميين المسيحيين وغيرهم وحتى لا يضيع الوقت في المقدمات دعونا ندخل في التفاصيل القرآن يعتبر المسيح إنسانا لا إلها إنسانا عبد الله تبارك وتعالى كسائر العبيد وهو مثل باقية البشر يقول الله عز وجل عنه وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ثم يقول إنه إلا عبد أنعمنا عليه عبد عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ثم يحكي الله تبارك وتعالى عنه فيقول من صفات العبد أنه أنه يعبد الله تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا والمسيح عليه الصلاة والسلام حين أشرق على الدنيا بطلعته قال إني عبد الله إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا الأهد القديم حين تحدث عن المسيح أيضا ذكره بوصف العبودية مؤكدا ما قاله القرآن في إيشاعي 42 هو ذا عبدي الذي أعضده وهذه النبوءة نقلها متى في الأصحاح 12 ليتم ما قيل على لسان النبي أشرياء هو ذا عبدي فهو عبد لله تبارك وتعالى في أعمال الرسول أيضا تحدث عنه سفر أعمال الرسول قد مجد عبده يسوع عبده يسوع فهو عبد لله تبارك وتعالى في نص الآخر أقام الله عبده أقام الله عبده فهو عبد لله تبارك وتعالى عالم اللهوت روبرت آلي رئيس قسم الدين في جاتشموند المعمدانية يقول أرى أن يسوع يهودي حقا أتخيل للحظة أنه كان لديه جرأة على الدعاء للهية لن نبدأ عنه أبدا أعتقد أن مقاطع الكتاب المقدس التي يتحدث فيها عن ابن الله هي إضافات لاحقة هي ما قالته الكنيسة من نوازم العبودية أيها الأحباب الصلاة العبادة لله عز وجل فهل كان المسيح العبد يصلي لله عز وجل نعم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يخبرنا لوقا فيقول في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليلة كله كله في الصلاة لله يقضي الليلة كله وهو يصلي لله فهل كان الله يصلي لله أم كان المسيح عبد الله من يصلي لله تبارك وتعالى المسيح كان يسجد لله وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إذ أمكن فلتعبر عني هذه الكأس عبد الله يصلي لله البابا شنودا في حديثه مع الوثنيين يضع معيارين جميلين للكشف عن الآلهة الحقيقية من الآلهة المجازية الآلهة غير الحقيقية يقول طبيعي أن التي تسجد لغيرها لا تكون آلهة بالحقيقة الإله الذي يسجد لغيره هذا ليس إلها حقيقية إلها مزيفا ويذكر بعيارا آخر أن الذي يموت ويسقط لا يكون إلها منصفته الموت ليس إلها حقيقيا هذا إله مزيف يقول المسيح عليه الصلاة والسلام إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإله وإلهكم طيب السؤال الأول في مناظرة الليلة كيف تجتمع العبودية والألوهية في شخص واحد كيف يكون المسيح عبدا لنفسه وربا لها في وقت واحد معضلة ليس لها جواب القرآن كان ينفي عن المسيح عليه الصلاة والسلام صفة الألوهية إذ نسب إليه صفات الضعف البشري التي يقر بها النصارى حين يقولون بأنه إنسان كامل الأكل والشرب وما يلزم عليهما من إخراج يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم لا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام كان يأكلان الطعام ماذا يستلزم أكل الطعام الطعام والشراب يستلزمان نواقص لا تليق بالألوهية الإخراج لا يليق بالله تبارك وتعالى وهنا أسأل أستاذ رشيد سؤال الثاني وأنت تؤمن أن المسيح كان إنسانا كاملا يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط هل يستحق ناسوت المسيح الناسوت هل يستحق العبادة في لحظة التبول والتغوط هل جسد المسيح وناسوته يستحق العبادة في هذه اللحظة المشينة هل هناك أحد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام أثناء قضائه لحاجته الله عز وجل يخبر بأنه هو الذي يعلم كل شيء يتحدث عن يوم القيامة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو هل يعلم المسيح عليه الصلاة والسلام متى الساعة لا يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن ولا الإبن ولا الإبن إلا الآب كما قال الله في القرآن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب القمص عبد المسيح مسيط أبو الخير يعلق على هذا النص يقول لا المسيح يعرف متى سيكون الساعة طيب ليش قال ولا الإبن يقول حتى لا يلح التلاميذ في طلب معرفة ذلك اليوم يعني كذب عليهم بمعنى ما يقوله جناب القصر كذب عليهم حتى لا يلحوا عليه ليتخلص من إذحاحهم أخبرهم بأنه لا يعرف الساعة حاشا للمسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون كذبا طيب قصة سجود المجوس الذين جاءوا إلى المسيح عليه الصلاة والسلام وهو طفل حينما سجد المجوس له هل كان الطفل الإله يعلم أنه هو الله هل كان يعلم أن الله متجسد فيه وأنه هو خالق السماوات والأرض المسيح الطفل أسأل عنه الكتاب المقدس يخبرنا عن نواقص أخرى تشبه ما ذكره القرآن الكريم ابتدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت السؤال هل يناسب صفة الحزن والاكتئاب هل تناسب الله تبارك وتعالى المسيح كان يقدم نفسه كنبي قال الله عز وجل في القرآن يا بني إسرائيل أنت رسول الله فماذا يقول المسيح عن نفسه مصدقا على ما قاله القرآن أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله هو يعترف بإنسانيته ويقول أنا إنسان كلمكم بالحق يعني رسول كلمكم بالحق الذي سمعه من الله أيضا قال للتلاميين أنتم تدعونني معلما أسف للمقاطعة وحسنا تقولوا لأني أنا في العبارة عن معلم فقط ويقول ليس عبد أعظم من سيدي أنا عبد لله أقل منه ولا رسول أعظم من مرسدي ويقول الوقت دكتور منقز لأنه يقتل فيها الأنبياء لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أرشالين شكرا جزيلا حسنة المناظرة الثلاثة الأولى بين يديك أستاذ رشيد شكرا جزيلا فضل أخير أولا أشكر جناب القص لاستضافة هذه المناظرة ثانيا أرحب بك حضرة الشيخ في هذه المناظرة التي عنوانها المسيح في القرآن وأحيي المشاهدين الكرام في كل مكان الوقت أطالب أن يضاف لي لأنه تقريبا كان وقت طويل أضيف أن يضاف لي في هذه المداخلة حتى يكون هناك عدل كما توقعت أن الشيخ سيخرج عن موضوع المناظرة المناظرة ليس عنوانها المسيح في الكتاب المقدس والقرآن وبطبيعة الحال المناظرة الأولى كانت في الكتاب المقدس المناظرة الثانية في القرآن فعوض أن يكلمنا الشيخ في القرآن هو ابتدأ أول جمل بها ثم ذهب إلى الكتاب المقدس لا يستطيع الشيخ منقض السقار الالتزام بموضوع المناظرة هذا واحد اثنين إذا تتبعنا كلام الشيخ منقض السقار في المرة الماضية قال أي كتاب مقدس وبطبيعة الحال نسي أنه قال هذا الكلام فجاء في هذه المرة وقال الكتاب المقدس وطيقة تاريخية وأنا أسألك الآن أي كتاب مقدس أنت تقول كتاب مقدس وطيقة تاريخية قلتها بعظمة لسانك وقلت الأخ رشيد يؤمن بها وطيقة إيمانية نسيت أنك تساءلت المرة الماضية ماشي ماشيها تاني شيء استشهد بروبرت آلي روبرت آلي ملحد لا يؤمن بألوهية المسيح لا يؤمن وأزالوه من منصبه وكل شيء طيب أنا أستشهد لك بالملحدين في تاريخ الإسلام حتى تشوف وهو لا يلبس على الناس لا يقول لهم أن هذا الشخص لا يؤمن بالكتاب المقدس يستشهد به هذا واحد الأمر الآخر ردا على كل كلامك سأجمعه في جمل مبسطة المسيحيون يؤمنون بأن المسيح ظهر في صورة عبد فإنت ما جبت جدب من ديله المسيحيون يؤمنون بالمسيح أن له ناسوت ظهر في صورة عبد وله لاهوت فهو يأكل ويشرب في صورة بشرية لكن الله في داخله الله الذي لا يرى لا يحتاج أكلا ولا شربا هذا واحد من أطفال مدارس الأحد يعرف هذا الأمر الشيخ يقتبس كل الآيات التي تحدث عن ناسوت المسيح لكنه يغمض عينه الأخرى عن كل الآيات التي تحدث عن لاهوت المسيح أعمال الرسول يتحدث عن لاهوت المسيح متى يتحدث عن لاهوت المسيح أي سفر ستقتبس منه يتحدث عن لاهوت المسيح المسيح الذي قيل عنه في بداية إنجيل يوحن في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله المسيح الذي غفر الدنوب وقال أن ابن الإنسان له سلطان أن يغفر الدنوب المسيح الذي قال هو رب السبت وليس رب للسبت إلا الله المسيح الذي قال اذهبوا وتلمدوا جميع الأمم ومعمدون باسم الآب والابن والروح القدس ولا يعمد شخص باسم إلا باسم الله المسيح الذي قال حيث مجتمع اثنان أو ثلاثة فأنا أكون في الوسط فالمسيح يكون في وسط المؤمن هذا لا يفعله إلا الله المسيح قال أي شيء تطلبونه باسمي أعطيه لكم لا يصلي اليهود باسم آخر إلا باسم الله لكنك تتجاهل كل هذا وتذهب إلى أشياء تدل على ناسوتي المسيح متغاضيا عن كل ما يتحدث عنه عن لاهوتي ثم تقول بأن المسيح تبول وتغوض أين قرأت هذا الكلام؟ في أي آية في الإنجيل؟ إن كان استنتاجك فاستنتاجك يلزمك استشهد لي بآية واحدة لماذا تأتون بالغائط والبول؟ لأن الأمة الإسلامية مضروبة بالغائط والبول كل فقهها هو فقه غائط وبول تنظرون إلى الجزء الأسفل فقط دائما الإنجيل لم يتحدث عن هذا الأمر لأنه يركز على الروحيات وليس على غائطكم وبولكم فخدوا غائطكم وبولكم وناقشني في المسيح في القرآن وليس خارج القرآن دعني أنا ألتزم بالموضوع بالنسبة للقصة القرآنية كلها ما أتى به القرآن يعرفه الصغير والكبير قبل الإسلام بقرون مثلا يقول نيل روبرسون الأستاذ الكبير نيل روبرسون المحاضر في الدراسات الإسلامية قال بعض ملامح التمثيل القرآني ليسوع والتي لا يمكن تعقبها في الأناجيل القانونية أو في الدايتسترون هي مشابهة لما جاء في إنجيل الطفولة المنحول كل ما قيل في القرآن كان موجود في هرطقات رفضتها المسيحية عبر العصور القرآن أتحداك أمام العالم أجمع القرآن لم يأتي بجديد ولا في آية واحدة عن المسيح فإنجيل الطفولة العربي يقول سين كلير تيسديل وهو المؤرخ واللغوي الشهير الذي كان يقيم في إيران وهذا الكتاب لمن يريد أن يقرأه المصادر الأصلية للقرآن يقول إنجيل الطفولة العربي هو واحد من عدد من الأعمال المنتحة المتأخرة زمنيا أو من تاريخ مجهولة لم تكن معتمدة لدى أي طائفة مسيحية وتمت مصادر أخرى من هذا النوع تركت بصماتها على القرآن سأعطيك لائحة الأمور التي ذكرها القرآن قصة ولادة مريم قصة الكفالة والأقلام قصة إقامة مريم في الهيكل كلها مأخوذة من إنجيل يعقوب المنحول الذي رفضته الكنيسة وهو من القرن الثاني للميلاد قصة ولادة المسيح والنخلة أخذت من إنجيل متى المنحول وهو من القرن السادس قريب من عصر محمد قصة كلام المسيح في المهد أخذت من إنجيل الطفولة العربي وإنجيل متى المنحول من القرن السادس الميلادي قصة خلق الطير من الطين مأخوذة من إنجيل توم المنحول وإنجيل الطفولة العربي وإنجيل متى المنحول قصة الشبيه وكأن الإسلام اخترع شيء الإسلام يردد ما قاله المهارتقون من مقالة شيط العظيم ورؤية بطرس الغنوسية وهي من القرن الثالث والرابع الميلادي يقول سين كلير تيسديل ويبدو أن محمد قد تعلم شيئا قليلا مما يعرف عن يسوع ورسلي من الإشاعات التي لا يمكن الوتوق بها مطلقا وسنرى أن الاتفاق في التفاصيل بين ما يرد في القرآن بشأن هذه الموضوعات وبين ما يرد في الأصفار المنتحلة وفي أدب الهرطقة لافت للنظر إلى حد كبير ثم يقول جملة رائعة جدا وهنا يبدو محمد من جديد ذا موهبة عجيبة محمد لديه موهبة عجيبة في نبد الصحيح وقبول الزائف ثم يقول ويبدو واضحا من القرآن إن العديد من القصص الأسطورية سواء في شكلها المكتوب أو الشفاهي أو تلك التي ترد في الأناجيل المنتحلة وغيرها من الأعمال المشابهة إضافة إلى بعض الأفكار المهرطقة حول شتى المواضيع قد وصلت إلى محمد واستقبلها على أنها صحيحة وظن أنها تشكل جزءا من الإنجيل سأقرأ لكم بعض من الأناجيل المنحولة ترجمة إسكندر شديد تقديم الأب يوسف قزي إنجيل توم الإسرائيلي من القرن الثاني للميلاد المؤلف جاهل بالعالم اليهودي وأخذ منه القرآن ونقل جهله بالحرف خلق الطير مثلا إني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير موجود في هذا الإنجيل كان الطفل يسوع وعمره خمسة أعوام يلعب على حافة ساقية ثم يقول وإت جبل طين استخدمه ليصنع 12 طائرا ثم يقول فصفق يسوع بيديه وقال للطيور هيا فطارت مغردة واستولى الإعجاب على اليهود لدى رؤية هذه المعجزة هذه أفكار كانت موجودة رفضها المسيحيون لكن كانت منتشرة بين العوام يقول يحنى ذهبي الفم يقول وهو عاش في القرن الرابع الميلادي يقول إن يسوع لم يجترح معجزات قبل اعتمادي وأنما ذكر خلافا لذلك أيام طفولته من اختراع بعض الكذبة القرآن يردد ما قاله الكذبة وينبد كثيرا مما جاء في الأناجيل الصحيحة إنجيل يعقوب التمهيدي يقول وهذا من القرن الثاني الميلاد على أبعد تقدير جاء فيه ندر امرأة عمران أم مريم كما يقولون كما يدعون ندرت ما في بطنها وهذا نجده في هذا الانجيل يقول ليحيى الرب إلهي سواء كان صبيا أم بنتا ما ألده سوف أقدمه للرب سوف يكرس حياته للخدمة الإلهية نفس الشيء وضعتها أنت وسمتها مريم نفس الشيء الموجود في القرآن في آل عمران 36 نجده أيضا قال ماذا ولدت أجابت بنتا قالت وأرضعت حنى طفلتها وأسمتها مريم المحراب والرزق كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها موجودة أيضا كانت مريم مربات كحمامة في هيكل الرب وكانت تتلقى طعاما من يد الملائكة إنجيل الطفولة العربي القرن السادس للميلاد نفس قرن محمد أو قبل قرن محمد بقليل المسيح يتكلم في المهد يعني مجباش القرآن أيضا موجودة يسوع تكلم في المهد أن يسوع تكلم حين كان في المهد وأنه قال لأمه مريم أنا الذي ولدته أنا يسوع ابن الله الكلمة كما بشرك بذلك الملاك جبرائي في كل شيء حتى قرعة الأقلام التي يقول عنها القرآن ذلك من أنباء الغيب ليست من أنباء الغيب كان يعرفها عوام المسيحيين وكانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية لم تحتج وحيا بل كانت موجودة وسمعها محمد لكنه يضحك على الناس ويقول لهم ذلك من أنباء الغيب فهذه موجودة على لحظة لأنه أخذ وقتا أطول من هذا أنا أعطيتك أكثر من سبع ثواني زيادة تماما حتى يكون الأمر بالتساوي سأكمل فقط هذه الفكرة وأعطيك تعود لك الكاميرا قرعة الأقلام أيضا موجودة في هذا الانجيل احمل الأقلام إلى قدس الأقداس والتبقى هناك إلى آخره لا شيء جديد في قصة القرآن وأنا أتحداك أن تعطينا شيء جديد شكرا جزيلا لكما قبل ما يبتدي الدكتور منقز يعني أرجوكم أن تلتزموا بالوقت حتى لا أقاطعكم وبالتالي أشتت أفكاركم فرجاء الالتزام بالوقت شكرا جزيلا تفضل الدكتور منقز أهلا بكم من جديد هناك ما هو أهم من الالتزام بالوقت هو الالتزام ولكن يبدو أن فاقد شيء لا يقضي عموما أيها الأحباب القرآن جناب الأستاذ ذكر أن القرآن اعتمد على الأبو كريكرا بداية دعونا نعتبر الأبو كريكرا مصادر تاريخية وإن لم تعترف الكنيسة بقدسيتها يعني ليست كتبا مقدمة بدليل أنها مهمة جدا ما هو الدليل على أهميتها أن الكتب المقدسة وحي السماء كان ينقل من كتب أبو كريكرا رسالة يهوذة نقلت والنقل عمالكم من كتاب أبو كريفي كتاب أفنوح الأبو كريفي أيضا رسالة يهوذة نقلت من كتاب صعود موسى الأبو كريفي إذن الأبو كريفة مصدر الرب كان ينقل عنه فإيش المشكلة لو نقل القرآن عنه إذا صح أنه نقل هنا الأب بوليان باركلي يخبرنا وينقل عن جيروم أن يهوذة اعتادة على الاقتباس من الأسفار غير القانونية الوحي كان ينقل من الأسفار غير القانونية بالفعل القرآن قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه والسؤال هل قال له أحد لا المعلومات التي أنت تقولها معروفة هذا لم يحصل أبدا حينما قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا هل قال له أحد لا نحن نعلم هذه المعلومات لم يحصل هذا أبدا أبدا جناب الأستاذ رشيد تدرس يعقوب منطي يقول كلمة أبو كريفا لا تعني أن ما بها ليس حق تعتبر غير قانونية فإنها وإن كانت ليست قانونية لكن بعضها كان له اعتباره الخاص ككتب كنسية ذات قيمة روحية وتاريخية 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 وإن في الحقيقة تمثل تراثا هاما بالنسبة للمؤرخين يكشف عن الكثير من الأفكار والاتجاهات والعادات التي كانت متى في الكنيسة الأولى أيضا جوزف قزي الذي نقلت عنه يقول فكم من هذا المرفوض ما يعبر خير تعبير عن تقاليد ذات ما وعاداته كم من معلومات عن الطقوس والاحتفالات والأحداث التاريخية اعتمدت المنحولات مرجعا لقد عاش المرفوض إلى جانب المقبول على أنهما يؤلفان معا جزءا من التراث والتاريخ طيب فإذن ربك لها كقانونية لا يعني ماذا يقول بارت إيرمن؟ يقول بعض التقاليد المحفوظة في الأناجيل غير الكنسية وخاصة في إنجيل تومة وإنجيل بوتروس قد تكون أقدم بكثير من الكتب نفسها على الأقل قديمة قدم الأناجيل يعني أيضا إبراهيم الطرزي في كتابه يقول قليل من الأناجيل المخفية لها مصادر مبكرة نسبيا قديمة قديمة يوضع هذا تحت عنوان حقائق تاريخية بارت إيرمن يقول كان يوجد ثلاثة أنواع من المسيحية المسيحية الغنوصية المسيحية الأرثوذكسية المسيحية اليهودية ما بين أيدينا هو نسخة من هذه النسخ لكن النسخ كانت موجودة وقضي عليها يا أستاذ واعتبرت كتبها كتب مزيقة فرسيان شالي ملحد يقول هناك نتيجة أن الكتب العائدة للكنيسة لا تختلف إطلاقا عن الأدبيات المسيحية الأخرى ما في أي فائدة ما في أي تميز لها عن تلك التي تسميها أبو كريفا رودف بولتمان عالم لوسري من أهم علماء القرن يقول المسيح لا يمكن أن نثبت أي صحة من كلامه الكلمات التي قلتها تستدل فيها على ألوهية المسيح كل ما يمكن أن نقوله عن حياة يسوع هو أن لا نقول شيئا الأستاذ جون ريمسكبر يقول في كتابه خرافة يسوع يقول عن هذه الكتب التي أنت تريدنا أن نستدل بها ونترك كتب الأبو كريفا يقول هذه كقصة ألف ليلة وليلة الغريب يا أستاذ أنك تستشهد بإنجيل الطفولة لمتى ألا تعلم أن الناقد إليوت يقول عن هذا الإنجيل لم يعرف في الشرق ولا في ترجمات اللغات الشرقية كيف تقول هو منتشر بالجزيرة العربية والناقد يقول أصلا ممعروف في بلاد العرب هابر كولينز يقول هذا الإنجيل مؤلف لاتيني من القرن الثامن الثامن الميلادي وأنت تعتبر مصدر من مصادر القرآن يعني القرآن الذي كان في القرن الثادس كان ينخل من كتاب في القرن الثامن ربما يعود في شكله الحالي إلى القرن الثامن ديفيد دونجان يقول ربما كتب هذا الإنجيل في الثامن أو التاسع لينيت موير يقول إن جيل متى المنحول لإنت تعتبره من مصادر القرآن نسب إلى القديس جيرون ربما لم يؤلف قبل القرن الثامن أيضا كتاب إضاءة على لوقة يقول هذا الإنجيل كتب في القرن الثامن أو التاسع والأستاذ يعتبره من مصادر القرآن الكريم جبريل رينولد يقول عن هذا الإنجيل كتب ما بين منتصف القرن الثادس ونهاية الثامن إنجيل يعقب الذي ذكرته وبالفعل إنجيل مبكر يقول عنه الناقض جوزيف فيتزماير تفاصيل فيه تفاصيل ربما تعود إلى تراث بدائيا صحيح فيما موجودة أناجيلة لكن هو رجع إلى تراث بدائي صحيح أفضل من أناجيلك فبالتالي إذا القرآن كما تقول رجع إلى هذا المصدر ينبغي أن تقر أن هناك مصادر أكثر من مصادرك لجع إليه هذا الرجل معلوم أن القرآن لم ينقل من هذا المصدر ولا يعرفه أصلا هناك أيضا الناقض بول فوستر يقول من الخطأ أن نصف هذا الإنجيل إنجيل يعقوب بأنه أبو كريفي ما يصير من الأفضل وصفه بأنه تحت قانوني أو يكاد يكون قانوني على الأقل بالنسبة لبعض التراث الكنسي فإن للاهوتهم تأثير كبير على التصور المريمي للكنيسة الرومانية ستيفن ديفز يقول العديد من أباء الكنيسة كانوا يقتبسون منه بحرية وريقانوس في القرن الثالث استخدمه في فكرة إخوة يسوع يقول بك الدراسات الأخيرة في النظر بعناية أكبر من تأثير يعقوب على العلوم المريمية اللاحقة وخاصة في القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر إلى آخر كلامه إنجيل الطفولة تستشهد به يا أستاذ هذا لا يستشهد به إلا الهوات يقول هناك عبارة أو هناك قصة منقولة ما هي قصة الخلق؟ انظروا إلى هذه القصة أين هي تشبه قصة القرآن الكريم؟ ولد بيلعب فخلق من الطين فصرخ العصافية صارت آلهة هل هذا ما حكاه القرآن؟ أم كان القرآن يذكر ذلك في موضع آخر لا علاقة له؟ بارت إيرمان يقول نحن لا نعرف المحتوى الأصلي لهذا الإنجيل لكثرة اختلاف المقطوطات اليونانية والترجمات لذلك نحن لا نستطيع أن نعرف متى أضيفت هذه ومتى تم التلاعب به إنجيل الطفولة العربي لا يليق في باحث يا أستاذ رشيد أن يستشهد بهذا النظر لماذا؟ لاحظوا البرق بين ما قاله إنجيل الطفولة العربي نقل عن المسيح وما قاله القرآن الكريم عن حديثه في المهد لكن الأهم من ذلك أن هذه التسمية الطفولة العربي تسمية مزورة كما يقول ستيفن ديفيز طيب متى كتب هذا الإنجيل؟ في القرن الثامن أو التاسع كما يقول بن يامين هارس كوبا في كتابه الأنجيل الأبو كريفية المستشق مرجل يوث يرد على الدكتور فوستر حينما زعم أن هذا كان مصدرا للقرآن فقال من غير المرجح أن يحصل على موافقة المتخصصين بالعربية النقاد الذين يعدون اليوم حجة يقدرون أن هذا الإنجيل هو الذي أخذ من القرآن الكريم لاحظة العلماء هم يقولون هو الذي أخذ طوني شتارترون يقول هذا الإنجيل يعود إلى القرن الثامن أو التاسع والأستاذ رشيد يقول هذا كان ينقل من القرآن الكريم تلك هي أسئلة التي عجز الأستاذ عن جواب واحد منها الأستاذ يقول هناك طبيعة للمسيح هي الطبيعة التي كان يأكل بها ويشرب بها وإذا أسأل المسيح حينما يدخل إلى الخلاء أو يأكل أو يشرب هل كان يخلع الجاكتة والألوهية وإلا كان يأكل وهو منتحد فيه اللهوت المسيحية تؤمن أن المسيح عليه السلام كان يأكل وهو متحد باللهوت لأنه التفريق بين المسيح واللهوت في الذهن فقط نحن من جهتنا لا نعبد من يمارس الأكل والتبول والتغوط والنوم والاكتئاب إنما نعبد الله الإله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم شكراً يا دكتور شكراً جناب القيس الشيخ لن يستطيع أن يعود أو ينزع عقله من التبول والغائط بقي هناك ستبقى في الخلاء المهم يعني هذه المرة الثانية وأنت توعيدها إذا كان تراتكم مليء بفقه الحيض والنفاس ومليء بالخلاء فلا تسقط هذا تانياً موضوع المناظرة المسيح في القرآن عشر دقائق لم تقرأ لنا آية قرآنية واحدة وكأن الموضوع هو أناجيل الأبوكريفة لا الموضوع هو المسيح في القرآن وأنا أعلم جيداً أنك ستخرج عن الموضوع أنا فقط أنبه المشاهدين من يخرج عن الموضوع قلت هل اعترد أحد وقال بأن القرآن يأخذ؟ نعم اعتردوا وبلسان قرآنك لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين كانوا يعرفونها وقالوا تتلى عليه بكرة وأصيلة نعم قالوا له لكنك ربما نسيت هذا الأمر بالنسبة للأناجيل التي تطعن فيها وتطعن مستشهداً أغلب الوقت بملحدين بارت إيرمان قل للناس هذا ملحد بارت إيرمان الذي كل مرة تذكر ملحد ملحد تستشهد به طيب هل أنا أستشهد الآن بأقوال ملحدين على عدم صحة القرآن الذين قلت بأنهم قالوا بأننا لا نعتمد على الأناجيل في حياة المسيح هم لا يعتبرون المسيح موجوداً أصلاً ويخالفون قرآنك فإذا أنت تستشهد بجزء من كلامي وتنسى أنهم يضربون عقيدتك من الأصل تعال ما قاله ولن أستشهد بملحد هنا سأستشهد بما قاله عباس محمود العقاد قال ليس من الصواب أن يقال أن الأناجيل جميعاً عمدة لا يعول عليها في تاريخ السيد المسيح وقال وإنما الصواب أنها العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ اسمع جيداً إنها العمدة الوحيدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ لن نذهب للقرآن الذي أتى في القرن السابع الميلادي ونترك الأناجيل التي كتبت في القرن الأول الميلادي ونستشهد بأقوال مأخودة مما كان يروج في شبه الجزيرة العربية لن تستطيع أن تعطيني معلومة واحدة لم تكن موجودة بالنسبة للعربي آنذاك ثم أذهب إلى أخطاء القرآن أنا سألتزم بالموضوع أنت تريد أن تذهب خارج الموضوع هذا شأنك بعض أخطاء القرآن في قصة السيد المسيح القرآن جعل مريم أخت هارون وجعل مريم ابنة عمران وجعل مريم في الهيكل ولا يقول هذا إلا جاهل لأنه مستحيل أن توجد امرأة في المحراب في قدس الأقداس في الهيكل هذا لا يعرف تاريخ اليهود يقول القرآن فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريح يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء ما كانت أمك بغية وهذا في صميم الموضوع اختلف أهل التأويل مش عارفين لماذا نعتت بأخت هارون قيل يا أخت هارون من كان هارون هذا الذي ذكره الله مش عارفين من هارون قال بعضهم قيل لا يا أخت هارون نسبة منهم لها إلى الصلاح لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون يا سلام اليهود كأي واحد صالح يسموه هارون وليس بهارون أخي موسى تخبط المفسرين في هارون عن السد يا أخت هارون كانت من بني هارون أخي موسى غير صحيح حيرة المفسرين في هارون وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته أي كلام وليس بهارون أخي موسى وده مش ملحدين ده تفسير الطبري أنا ما استشهد لكش بملحدين ولكنه هارون آخر قال وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألفا كلهم يسمون هارون أربعين ألف واحد في جنازة واحد اسمه هارون أربعين ألف واحد لا يعرفون من هو هارون عن محمد بن سيرين قال نبئت أن كعبا قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى كانوا في ورطة قال فقالت لو عائشة كذبت قال يا أم المؤمنين إن كان النبي قاله فهو أعلم أخبر وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة وهي ألف وخمسمائة سنة قال فسكتت حتى المسلمون حتى عائشة ما كانتش تعرف من هو هارون بحسب تفسير الطبري مش بحسب الملحدين ترقيعات المسلمين عشان يرقعوا مشكلة أخت هارون لأن بينهم بن هارون ومريم أم المسيح ألف وخمسمائة سنة عن المغيرة بن شعبة قال أرسلني النبي في بعض حوائجي إلى أهل نجران فقالوا أي ليس نبيك يزعم أن هارون أخ مريم هو أخ موسى فلم أدري ما أرد عليه المسلمون الأوائل كانوا مش عارفين كيف يردوا حتى رجعت إلى النبي فذكرت له ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء من كان قبلهم ولم يحل المشكلة طب كانوا بيسموا بأسماء من قبلهم هو أخوها واحد من قبلته مين هو محلش أي شيء في التفسير الطبري وجاء أيضا في صحيح مسلم نفس الشيء إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والمسلمون لم يجدوا حلا لذلك إيه سبب المشكلة أن هناك مريم أخت هارون ابنة عمران وهي أخت موسى حين نذكر هارون دون تعريف فنحن نحيل على هارون المعروف لما تقول يا أخت هارون مش ممكن واحد يكون واحد من القبيلة هو هارون أنت تحيل على هارون المعروف إذا قلت نوح وموسى أو إبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى قلتها بهذا التسلسل مثلا فأنا لا أقصد إبراهيم عيسى أنا أقصد إبراهيم المعروف فحين تحيل على اسم معروف فهو المعروف وهذه المشكلة حاولوا يرقعوها لماذا هارون بالضبط؟ طب ما يقول له يا أخت شمعون يا أخت فلان يا أخت أي واحد يهودي لماذا هارون بالضبط؟ لأن هارون له أخت اسمها مريم لماذا أخت وليست ابنة؟ لماذا لم يقول ابنة هارون؟ وقتها كنا قلنا أنه لم يقع في هذا الخلط ولا يقولون يا أخت صفية قالت أبي هارون وعمي موسى في سنان الترميدي ولم تقول أخت كيف حصل اللبس في القرآن؟ نجد في سفر الخروج أخذت مريم النبي أخت هارون بين تمام اللفظ مريم أخت هارون وأخت موسى 1500 سنة قبل مريم أم المسيح وحصل اللبس أيضا بسبب آيات أخرى اسم امرأة عمرام هي أم موسى ومريم وهارون وجعلها القرآن هي أم مريم ولدت للاوي فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما كيف حصل اللبس في القرآن؟ بنوا عمرام هارون وموسى ومريم لكن القرآن جعل عمران أبو مريم مش فقط أخوها هارون أبوها عمران أيضا إذ قالت امرأة عمران ربي إني ندرت لك ما في بطني ثم يكمل القرآن مريم قال لك ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران فموسى ابن عمران ومريم ابنة عمران هارون ابن عمران وسبحان الله يعني تشابه في الأسماء إن الله استفى آدم ونوح وآل إبراهيم مفروض آل عمران يجي بعدهم من هم آل عمران؟ ما عرفوش أما آل عمران فقد اختلفوا فيه كالعادة منهم من قال عمران والد موسى ومنهم من قال عمران والد مريم بين العمرانين ألف وثمانمائة سنة من وين حصل هذا؟ قصة مريم المروية في القرآن والأحاديث النبي يقول كليرتس ديل وهو عالم مشهور له بالبعث في هذا المجال ومتخصص مأخوذ بالكامل تقريبا من الأناجين المنتحلة ويقول ومع ذلك فقد أدخل محمد عنصرا آخر من الخطأ في القصة حتى الأناجين المنحولة لم تقع في هذا الخطأ وقد يكون مثل هذا الخطأ طبيعيا في الرومانسيات الدينية لكن ليس في الوحي وقد حاول المفسرون المحمديون عبتا ضحض هذه التهمة بعدم الدقة التاريخية الكتب المنحولة تقول يواقيم ولا تقول عمران ثم يقول أن كليرتس ديل يقول أن الخلط بين أم المسيح وامرأة أخرى عاشت قبل حوالي 1570 سنة من ولادتي يمكن أن اسمي مريم ومريام هو واحد في الشكل العربي ويبدو أن صعوبة تسلسل الزمني لتحديد الهوية أوقعت محمدا في هذا الخطأ أما عن المحراب يقول تقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نبات حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إيه هو المحراب محراب هو قدس الأقداس لأن زكريا خرج على قوم من المحراب في الهيكل والمحراب من الكتاب المقدس نعرف أنه قدس الأقداس أيضا قدس الأقداس من ملوك الأول قدس الأقداس من ملوك الأول الأصحاح الثامن أيضا وفي الأناجيل منحولة عندما بلغت تانية عشرة من عمرها اجتمع الكهنة في هيكل الرب وقالوا ها هي مريم أمضت عشرة أعوام في الهيكل وأيضا لما حصل الحمل تقول أناجي المنحولة أن يوسف قال لمريم أنت التي كنت صاحبة قيمة فاقئة في عيني الرب لماذا تصرفت على هذا النحو ولماذا نسيت الرب إلهك أنت التي ربيت في قدس الأقدس أي واحد يعرف أن النساء يبقون في هذه الساحة ولا يستطيعون الدخول حتى لهذه الساحة فكم بالأحرى إلى القدس وكم بالأحرى إلى قدس الأقدس محمد لم يكن يعرف هذا الأمر ولذلك نقل المسيحية الشعبية التي مبنية على الحكايات وأناجيل الطفولة التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربي لماذا وقع القرآن يمكن أن يجيبني الشيخ في قصة الخلط بين هارون ومريم لماذا وقع القرآن في قصة الخلط في المحراب هل يمكن أن تخيم يهودية في المحراب الوقت انتهى شكرا قدا فضل دكتور شكرا لك جناب القص طيب أعود مرة أخرى الأستاذ ذكر أن هناك نصوص كثيرة تتحدث عن ألوهية المسيح أتحداك ولن تقبل التحدي في مناظرة بعنوان هل أعلن المسيح عن ألوهيته لن تطير يتحدث الأستاذ في عشر دقائق عن يا أخت هارون هذه الشبهة أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قيل له قال نصارى نجران للمغيرة بن شعبة قال له كيف تقولون بأن مريم ابنة هارون عفوا بأنها أخت هارون وبينهم أقرون ماذا قال إهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم يعني مش أخوها يعني في فرق بينهم في فسافة هائلة بينهم لكن كان لها اسم كان لها أخ اسم هارون ليس هارون لأنهم كانوا يعظمون الأنبياء فيسمون بأسمائهم يعني أنت بتوقع أنه ما كان في ذلك الزمان ولا شخص أبدا منذ اللي قلت أنه لازم ينصر الذهن لأخر واحد اسمه هارون اللي ما هو كان قبل ألف سنة يعني هذه مغالطة رجل القش تضع المغالطة وتقول القرآن أخطأ عموما سنعود إلى هذا الموضوع هل تحدث القرآن عن المسيح وعن نقوة المسيح عليه الصلاة والسلام نعم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول ما دليل على صحة ما قاله القرآن الكريم شهادة المعاصرين القصة الدفتور أشرف عزمي صديقك يقول إذا أردت أن تتعرف على شخص لم تعاصره ولم تعيش معه ارجع إلى من عاشوا معه وعاصروه ارجع إلى شهود العيان لتعرف ما هي سيرته لذلك لابد أن نبع إلى المعاصرين معاصرين المسيح شهود العيان الحقيقيين لنرى هل كانوا يؤمنون به نبيا ورسولا أم إلها أبدأ بعالم لاهوتي بيترسون سليث هذا الرجل رجل مهم جدا كاهن إنجيلي رئيس شماميسة منتريال يقول أما في أعين أهل زمانه فقد كان بالطبع إنسانا فقط إنسانا فقط أهل زمانه يعتبرونه إنسانا فقط إنسانا نبيلا عطوفا جذابا غريبا في نفسه إنسانا ليس إلا إنسانا ليس إلا فقط إنسان غوستاب لوبون يقول إنما كانت يسوع معتقدا أنه نبي خلف لمن ظهر قبله من الأنبياء ويقول لا شيء يدل على أن الناس عبدوا يسوع إلها في القرن الأول من النصرانية لم ينتشر الإيمان بألوهيته إلا في القرن الثاني بين الجماعات النصرانية وعاصر المسيح لا علم لهم عن ألوهية المسيح القصة الأب متى المسكين يقول التلاميذ وقف تفكيرهم عند اعتقاد أنه نبي لكنه يعمل أعمال عظيمة أكثر مما يعملها الأنبياء ماذا يمكن أن يكون يقول فالتلاميذ جمعوا من الأدلة في حيات المسيح ما يؤكد لهم أنه المسيح بس هو المسيح المنتظر ليس أكثر لا يدرون أكثر من ذلك سمعان بطرس وقف في تفر أعمال الرسل يحدثنا فيقول أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال اسمع إلى سمعان بطرس ماذا يقول يسوع الناصري الرجل الرجل ما قال إله حل في ناسود ما قال اتخذ جسدا ما قال أبدا قال رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم نبي مثل سائر الأنبياء المعلم نوقد موس من كبار معلمي اليهود جاء إلى المسيح فقال له يا معلم يعني يا رسول نعلم أنك قد أتيت من الله معلمة ماذا يقول القصة مع أنك له المعلق على هذا النص أما نوقد موس فكان يميل إلى قبول المسيح كأحد الأنبياء هذا معاصر مؤمن بالمسيح يؤمن به كنبي هناك سؤال تضيفه إلى الأسئلة التي لم تضفها في حادثة القيامة ظهر المسيح لاثنين من التلاميذ هم ما شئ إلى عمواس متنكر ما عرفوه فكانوا زعلانين فسألوا المسيح أنتوا ليس زعلانين قالوا ما سمعت الأخبار اللي حصلت في أورشاليم فقالوا إيش الأخبار قالوا المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا إنسانا نبيا إنسانا نبيا يقول أن هذه أمام المسيح عليه الصلاة والسلام هل صح لهم قالوا لا أنا مش نبي أنا إله هذا قول المسلمين أريد سؤالك هل كانت الميذاع مواس يؤمنان بألوهية المسيح أم يؤمنان بما قاله القرآن الكريم القص واين جرم يقول القريبون من يسوع لهم معاصرين المسيح رأوه كإنسان فقط مش إله كإنسان فقط ويقول أيضا إخوته لم يكنوا يؤمنون به يقول هؤلاء الذين عاشوا معه ثلاثين سنة هؤلاء لم يدركوا أنه أكثر من مجرد كائن بشري آخر صالح جدا رجال صالح بيني يقول هذا إخوة اللي عاشوا معه ثلاثين سنة يقول وين جردوم لا هؤلاء مسيحي فالظاهر أنه لن تكن لهم أدنى فكرة عن كونه الله قد جاء في الجسد يا سلام إخوان اللي عاشوا معه ثلاثين سنة لا عندهم أي فكرة على أنه الله والأستاذ رشيد عنده خبر أنه الله الأعمى الذي شفاه المسيح عليه الصلاة والسلام قالوا له من اللي شفاهك كيف فتحت عيناك قال إنسان يقال له يتوه ما قال له اتخذ جسدا ما قال له تناسوه طب إنسان قالوا له ماذا تقول أن تعنوا قال إنه نبي إذن ما قاله القرآن كان يصادق عليه الكتاب المقدس المرأة السامرية التي حددها المسيح عن أخبار من الغير قالت له المرأة يا سيد أرأى أنك نبي ما قال لا هذا تقول المسلمين قبل منها عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه نبي كان يقول عن نفسه ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته يعني الناس مثل ما يقولون زامر الحي لا يطلب لذلك كان هناك أناس لا يؤمنون به طيب أما سائر أنحاء الجليل فقد قبلوه كنبي سمعان كالهون يقول فقد قبلوه كنبي وهذا التفسير هو الأكثر شيوعا واحتمالا لماذا قبلوه بأنه نبي لأنه كان يصيق نفسه بأنه نبي حينما صنع إحياء الموتى معجزة كبيرة ماذا قال الناس بعد أن رأوها فأخذ الجميع خوف له إنسان ميت عدا إلى الحياة ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم نبي عظيم نبي عظيم ماذا يقول المفسر وليام إدي يقول اعتبروا يسوع نبيا مثل إلي أو اليشع واعترافهم بأنه نبي يقول ليس بتمام الإقرار بكل دعواه أنه المسيح هم لم يستنتجوا مما شاهدوا سوى أن يسوع نبي إذن المعاصرين ما استنتجوا إلا أنه نبي لكن نحن نستنتج الأستاذ رشيد نحن نستنتج أنه بالحقيقة ابن الله التفسير التطبيقي يقول تعليقا على النص ظن الناس أن يسوع نبي لأنه كأنبياء العهد القديم نادى بجرأة وشجاعة وكان يقيم الموتى كما كان إليا واليشع يقيمون الموتى ماذا يعلق التفسير التطبيقي لعدد من اللاهودين كان الناس محقين في اعتقادهم أن يسوع نبي معهم قول للحق ليش لأن المسيح كان يقدم نفسه نبيا ويليام مكدونالد يقول آمنوا بأن الرب يسوع كان نبيا عظيما كان نبيا عظيما لم يكونوا على الأرجح قد أدركوا أن يسوع كان هو نفسه الله معاصروا المسيح ما كان عندهم خبر أنه هو الله هذه اكتشفتها المسيحية فيما بعد الجموع المؤمنة التي رأت المسيح يطعم خمسة آلاف من خمسة أرغفة فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي النبي مش اللاهود المتجسد النبي الآتي إلى العالم حينما دخل إلى أورشالين دخول الأفضال للناس من فرحهم به وإيمانهم به فرشوا ثيابهم في الطريق ناس قطعوا أغصان الشجر وجعلوها تحت أقدام المسيح طيب ما هو معتقدهم فقالت الجموع هذا هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل كل هؤلاء المؤمنين كانوا يقولون بأنه نبي كانوا يخافون من اليهود لماذا؟ لأنه كان عندهم مثل نبي اليهود لم يجروا على طفل المسيح ولا على تعرضتهم لأنه كان عند الجموع مثل نبي شكرا فضل أخي رشيد أذكر المشاهدين أن عنوان المناظرة شخصية المسيح في القرآن كل ما قاله الشيخ لا يمتل عنوان المناظرة بأي صلة عنوان المناظرة ليس المسيح بين القرآن والإنجيل هذا موضوع آخر لكن الشيخ يلتزم ولا يفي بوعده عنوان المناظرة هو وعد نقطعه ومحتواه ينبغي أن يلازم العنوان لكن أترك الحكمة لكم الشيخ في كل العشر دقائق يستشهد لم يأتي بآية قرآنية وكان الموضوع لا يخص القرآن هو يختار العنوان والداخل شيء آخر كل وقته يستشهد بأقوال ماذا قال الناس لو جبت لك ماذا قال الناس عن محمد قالوا عنه مجنون قالوا عنه شاعر قالوا هل هذه حجة أنه كذلك نعم الناس قالوا هذا نبي والمسيحيون يعتبرون المسيح نبيا ولكنه أعظم من نبي قالوا عنه إنسان والمسيحيون يعتبرون المسيح ظاهر في شكل إنسان أنت مجبت جديد من ديله أنت لم تأتي بجديد أنت تعيد ما قاله المسيحيون لكن هل اكتفى المسيحيون بهذا الاعتقاد أنت تقول بأن التطور لاحقا الدليل الأساسي أنه لم يتطور لاحقا أن بولس الرسول كتاباته من القرن الأول هو توفي قبل سبعين الميلاد وكتاباته من القرن الأول وتوضح أولهية المسيح إنجيل يوحنا يقول بصريح العبارة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ويقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورعينا مجده كما لوحيد من الآخر كل هذا تجاهلته بطرس الذي تستشهد به قال بطرس عبد يسوع المسيح سأل المسيح تلاميذه من يقول الناس أني أنا واحد قال إلي واحد يقول نبي من العنبياء وكل واحد يقول أي شيء فقال لهم وأنتم من تقولون أني أنا قال له بطرس أنت المسيح ابن الله الحي قال له توبى لك يا سمعان يعني أنا أعلمكم شيء خل الناس كل واحد يقول ما أراد أنت تقتبس أنصاف الحقائق تقول بأن المسيح لم يعلن عن لهوته مسيح أعلن عن لهوته مرات كثيرة تتحداني أنا قلت لك في الإيميلات أترك عن ترياتك أترك عن ترياتك أنت الآن في مناظرة ورين شطرتك في المناظرة الآن هذه مش فرصة لعرض مناظرات قادمة دائما تقوم بالشيء نفسك تعلم أن هذا وقت للمناظرة وليس للتنصيق لمناظرة أترك عن ترياتك على جنب والتزم بالموضوع تقول بأنه مريم كان عندها أخ اسم هارون اسمه هارون ما دليلك؟ هي المرأة تترجى أنه يكون عندها ولد أو بنت جالها بنت ندرتها كما تقولون للهيكل كيف كان عندها ولد تاني؟ عندها أخ اسمه هارون ما دليلك؟ دي ترقيع ما تمشيش وحين نحيل على هارون يا أخت هارون نحيل على هارون المعروف لا هارون المجهول هذه قاعدة فلا يمكن أن تخرج منها وأطالبك بأن تشرحها للمشاهدين سألتزم بالموضوع وأعود إلى مسألة أخرى مسألة شبها لهم يقول القرآن وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا لكن شبها لهم وما لهم من علم إلا اتباع الضن يقول طب كيف شبها لهم؟ اختلف أهل التأويل في صفة تشتشبيه الذي شبها لهم طبعا هم اختلفوا في كل شيء لكن يتهموا الآخرين بأنهم هم اللي بيتبعوا الضن وذلك أنهم جميعا حولوا في سورة عيسى كل اللي كانوا مع عيسى حولوا في سورة عيسى ده تفسير التبري مش بارد إيرمان من شبها لهم عن وهب بن منبه أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين فلما دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على سورة عيسى فقال عيسى لأصحابي من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة فكرينوا مثل محمد في معركة أحد قال لهم من لنا بهم وله الجنة وضح بسبعة من الأنصار لا المسيح مش كده فقال رجل منهم أنا فخرج إليهم فقال أنا عيسى وقد صوره الله على سورة عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه من تب شبها لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى مأساة مفسر القرآن طب من شبه من شبه وهذا التحدي أطلقه للشيخ هل تستطيع أن تقول لنا من صلب بدل المسيح؟ لن يستطيع لا هو ولا الأزهر ولا كل الأمة الإسلامية قالوا طيطاوس قالوا الحارس قالوا يهودا قالوا أحد الحواريين والرازي استسلم في الأخير هذا التفسير الرازي مش بارت إيرما وهذه الوجود متعاردة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور قال لك الله أعلم أنا أستسلم تركوا الأناجيل من القرن الأول وقعدين يقول لك تتطوسوا يهودا ثم ذكر القرآن داخل هذه القصة ومكروا ومكروا والله خيروا ومكروا يعني اليهود خططوا والله خططوا وهو طلع أدكى منهم طبيعة الحال مكروا أحسن فالمعضل الآن إذن أنا والشيخ نتفق أن عملية الصلب وقعت من المصلوب الشيخ لا يعلم أنا أقول بما أنه يشبه المسيح فهو المسيح الشيخ يقول لك لا 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 في عملية خفية تمت يا هي الله شبه إذن الذي أوجد عقائد المسيحية مين؟ هو الله المسيحيون دونوا ما رأوا كتاب الأناجيل إذن كانوا صادقين إذن مين المشكلة؟ الله فإذا وجدت المسيحية وتعتبرونها شركا وضلالا فلا تلوموا المسيحيين لوموا إلهكم الذي غشهم بعملية التشبيه هذه وترك اثنين مليار الآن يؤمنون بالمسيحية وعبر العصور ملايين ومليارات أخرى الله هو المتسبب في هذه الإشكالية فإذن أنتم تعبدون ربا خلق المسيحية بتشبيه هذا ثم تلومون المسيحية عليها يقولون شخص آخر صلب طب ما دنبوا هذا الشخص أنه صلب مكان المسيح المكر والخداع من سفة الله هو ما كانش الله قادر يطلعوا قدام الناس من غير ما يلجأ إلى حيلة يخدع اليهود والمسيحيين الإسلام بصريح العبارة تبنى عقائد الغنوسية الرازي يطرح سؤالا ويقول ولا يجيب عليه بما يشفي الغليل يقول أن الله إنجاز أن يقال أن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب الصفسطة يمكن لأدامي الآن مش الشيخة منقد السقار يمكن شبها لكم فإذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد ولكنه ألقى شبه زيد عليه يقول إذا جوزنا حصول مثل هذه الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في التواطر وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع ذا واحد مسلم مش واحد ملحد يقول هذا الكلام في تفسيره لصورة النساء يقول البروفيسور نير روبرسون يقول لصالح حل الغنوسي يجب أن نلاحظ بأن القرآن يتوافق مع التعاليم الغنوسية في ثلاث محاور ينكر بأن اليهود قتلوا المسيح يعترف بأنه بدالهم بأنهم قتلوه ويصرح بأنه ارتفع إلى محضر الله عقيدة الشبهة كانت معروفة في شبه الجزيرة العربية فمثلا من مخطوطات نجح حمادي في أطروحة شيط الكبير من القرن الثالث الميلاد ودى انتجر في المسيحية الشعبية التي يرددها العامة بالنسبة لموتي الذي يظنون أنه حدث لقد دموا ذلك بسبب خطأهم وعمهم يعني المسيح يتكلم على رأيهم نعم لقد رأوني وعدبوني لكن في الحقيقة كان شخصا آخر لم أكن أنا ضربوني بالعصي لكن كان شخصا آخر سمعان الذي حمل الصليب على كتفه لقد وضعوا إكليل الشوك على شخص آخر لكن أنا كنت في الأعالي أسخر من جهلهم لكن الأناجيل الصحيحة تقول بأنه لم يلقي شبهه على أحد أجاب يسوع في إنجيل يحنى وقال قد قلت لكم إني أنا هو فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون وترك التلاميذ يذهبون المؤرخ العظيم تاسيتوس من القرن الأول والقرن الثاني قال عن المسيح قال بأنه أعدم على في فترة حكم تباروس على يد الأمبراطور بلاطوس البنطي فالقرآن يكذب كل هذا ويلجأ لعقيدة الشبيه إذا أردت أن تستشهد بالمنحدين ما رأيك لو جبت لك ما قاله ابن الرواندي قال بأن إن كان سائغا أن يبطل يعني محمد ذلك الجمهور العظيم متكاتر العدد وينسبهم إلى الإفك والزور يعني اليهود والمسيحيين كان رد الشردم القليل من نقلة هذه الأخبار عنه أمكن وأجوز ابن الرواندي يمكن ألحد بسبب هذا الأمر الرازي يقول فإذا جاز وقوع الغلط في المبصرات لابنشوفها كان سقوط الخبر المتواتر أولى وبالجملة ويقول أولى وبالجملة ففتحوا هذا الباب أوله صفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية المشكلة أنه في بعض المسلمين يؤمنوا أن المسيح مات يقولون أن الله أماته ثلاثة أيام ثم بعته ثم رفعه ما اختلاف هذا عما يقوله المسيحيون يوحنى الدمشقي تهكم وهو كان في عصر قريب لمحمد تهكم من هذه المقولة ولم يعرها أي انتباه إذن من الشبيه ولماذا يلجأ الله إلى هذه الحيلة قل لنا شكرا جزيلا دكتور منقز دي آخر عشر دقائق بعدها الأخ رشيد عشر دقائق وبعدها هنبتدي ست دقائق بالتوالي حتى ينتهي الوقت شكرا جزيلا تفضل حضرتك شكرا لك جاناب القس وأهلا بكم من جديد جاناب الأستاذ رشيد أيضا يمارس الشخصنا وقلة الأدب بلا مؤاخذة يعني أولا من عدم أمانته أنه نقل عن الرازي أنه يقول بأن هذا مبضن إلى الصفصة والرازي عندما قال هذا إنما كان يسوق قولكم ورد عليه ولو رجعت إلى تفسير الرازي تتجد تقول أن هذه المسألة فيها ستة وجوب والرد على الوجه الأول على الثاني على الثالث فنقلت كلامه في الرازي الذي رد عليه على أنه كلامه وهذا في الحقيقة نوع من الخيانة العليم الثاني يقول القرآن أخذ هذه الأفكار من الغنوصية بينما القس جون روديل وهو أفترج من القرآن الكريم يقول هذا كنا لأمه سابقا لكن الآن في الحقيقة لا يوجد أي مستند تاريخي للقول بأن معتقدات هؤلاء الهراطقة كانت تدرس أو تنتشر في الجزيرة العربية هذا كل العلماء طيب ماشي ناقد جيفري بارندر يقول قيل في بعض الأحيان هذه الآية لآية الصلم هذه الآية أو التفسير الإسلامي لها قد تأثر بالتعاليم الدوستية الظهورية إلى أنه من غير الواضح مدى التشار تعاليم الدوستيين والغنوصيين في القرن السابع في الجزيرة العربية هذا كلام ليس عليه دليل هذا أنتم تقولونه موسوعة الإسلام الاستشراقية تقول لا شك أن أوجه التشابه بين الروايات القرآنية والموجودات في الأنجيل الأبو كريفا لا تشير إلى التبعية المباشرة لا تشير ربما تكشف هذا المشترك عن تراث شفهي مشترك ربما يكون في تراث أقدم إنجيل المسيح أو الأنجيل كتبها تراميذ المسيح ثم أنتم رميتمها يسأل الأستاذ من هو الشبيه القرآن لا يعنيه من هو الشهيد من هو ذاك الشبيه إنما يعنيه بأن المسيح قد نجى بأن المسيح قد نجى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم من اللي يصبح بعد ذلك هذا الموضوع لا يهمنا أنت كتابك نعني بهذه التفاصيل أما كتابنا فيجمع فيما لا فائدة من تفصيله يقول الناقض إيريان دينيس إيريخ نينهم يقول في الإنجيل الرابع في الوقت الذي كان الإنجيل الرابع بينكتب فيه يعني في القرن الميلادي الأول كان هناك دعوة مشهورة بأن سمعان القيرواني صلب بدلا عن المسيح متى هذا؟ في القرن الميلادي الأول واستدلنا على ذلك العلماء بمسألة بأنه الأناجيل الثلاثة تتحدث بأن سمعان القيرواني حمل صليب المسيح في دوحنة لمن كان في آخر القرن الميلادي الأول كتب إنجيله ألغى اسم سمعان القيرواني وجعل المسيح هو من حمل صليبه بخلاف ما قاله الإنجليون ليه؟ لإنشار شائعة هذا ما يقوله معلقوة ترجمة الحبية الكاثوليكية لعل إهماله هذا كان ردة فعل على شائعة تقول إن سمعان القيرواني صلب ما حل يسوع المفسر جون فنتون يخبرنا بأن الطوائف الغنوصية التي عاشت في القرن الثاني كانت تؤمن بأن سمعان القيرواني قد صلب بدلا من يسوع طبعا هذا النوع من أنواع المسيحية كما قلت لك توجد ثلاثة أنواع من المسيحية واحدة منها الغنوصية التي أصبحت عندكم تعتبر هرطوقية بس ليتش في عام 135 يتحدث عنه إيرناوس ينقل عنه بأنه كان يتحدث هذا بجل المعاصر ليحنى الذي كتب الإنجيل يقول بأنه هو الذي صلب سمعان القيرواني وأنه تغير شكله وحتى يظن أنه يسوع وقد صلب عن جهل وخطأ ويتحدث بأن المسيح كان يقدر على تغيير شكله هذا في التراث القديم أوريغانوس كان يردد هذا في القرن الثالث وكانوا يستدلون على ذلك أيضا بأنهم احتاجوا إلى من يقبل المسيح حتى يعلموا أنه هو ليش؟ قالوا لأنه كان يستطيع أن يغير شكله فكانوا محتاجين إلى ذلك هذا ما يقوله تاريخكم المسيح عليه الصلاة والسلام كان قادرا على أن يخرج من أيديهم بطريقة عجيبة ما الذي أعجده أن يهرب منهم في ذلك اليوم؟ نعم يا أستاذ أنت تقول بأن المسيح قد جاء ليصلب لكن حينما تقرأ في الكوراة وفي الإنجيل ترى دلالة واضحة على أنه لم يصلب وأنه كان كارها لعملية الصلب فمثلا عندما صرق على الصريب إيلي إيلي لما شبقتني؟ هل هذا كان راضٍ أم يائس؟ حينما قال لهم إن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني إذن المسيح عليه الصلاة والسلام كان كارها ما قتلوه وما صلبوه؟ الأنجيل التي تطالبنا بالرجوع إليها ليست من كتابة جهود عيان هذا ما يقوله العلماء ستيفان ميلر يقول عن إنجيل متى لا يبدو أن الكاتب كان شاهد عيان حيث اعتمد على مرقص ومصادر أخرى إذن لم يكونوا معاصرين للمسيح عليه الصلاة والسلام القص الكاثوليكي ريوماند براون يقول الإنجليون لم يكونوا أنفسهم شهود عيان على رسالة يسوع المسيح هذه الفكرة ستضمن في حوالي 95% من الدراسات النقدية المعاصرة العلماء 95% منهم يقولون هؤلاء لم يكونوا من تلاميذ المسيح ولم يكونوا شهود عيان طبعا الفرق بينهم بين أبو كريفا لا بلق بين ذلك أبداً أبداً طيب الأستاذ يقول من أين أتيت لنا بفكرة الشبيل طيب يمكن تكون موجودة في كتابك يا أستاذ أن الذي صنع هو ليس المسيح راته والسلام بل تحس آخر نقرأ البذبور 22 كل المسيحيين يقولوا أنه يتحدث عن حديثة القلب إلهي إلهي لماذا تركتني في النار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوأني هل تعتقد أن هذا الذي لا يستجيب الله له هو الذي قال عن نفسه في يحنى وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي بالتأكيد هو ليس هو هو شخص آخر لذلك نحن نقول هناك بديل أتدري أن هذا المصلوب ماذا يقول عن نفسه يقول إليك صرخوا فنجوا عليك اتكلوا فلم يخزوا أما أنا فدودة لا إنسان هل تعتقد أن المسيح يقول عن نفسه بأنه دودة أنا أنزل المسيح عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأقول بأن الدودة كان شخص آخر الكتاب المقدس يخبرنا عن قاعدة إلهية من يحفر حفرة يقع فيها فهل وقع يهوذ الأسخر يؤدي بالحفرة التي حفرها للمسيح فأخذ بتلك المؤامرة هل تحقق فيه ما قال سفر الأمثال أما الشرير فيسقط بشره وأما الغادرون فيأخذون بفسادهم هل تحقق في المسيح قوله الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه يأتي الشرير مكانه ألا يوحي لك هذا بفكرة البديل ما رأيك بعنترية جديدة وأنت عاجز عن الرد على هذه العنترية بالقوة أتحداك ولن تقبل التحديث أتحداك أن تناظرني هل تنبأت المزامير بصلب المسيح أم بنجاة ولا تقدر على ذلك هل تحقق يا أستاذ قول سفر الأمثال الشرير فذية الصديق ومكان المستقيمين الغادر هل تحقق هذا الأستاذ يقول بأن القرآن يقول بأن من صبة الله المكر والخداع لا ليس صحيحاً ليس صحيحاً أبداً إنما قال بأنهم مكروا كما مكر الله ومن الممكن أن أناظرك في هذا الموضوع الأستاذ يقول بأنك يا موقت ترجع إلى المفسرين ترجع إلى الملحدين عفواً وأنت عندما ترجع إلى تفدال وهو منصر مسيحي ما هو حجته عندما تتحدث عن رأيه في القرآن الكريم الأستاذ ينقل عن المفسرين طيب المفسرين إذا ما عرف وأنا جاء أن أظرك المفسرين ولا في القرآن الكريم يقول الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك إنه يموت من عدب الأدب هل تحقق هذا في المسيح وهل تحقق في يهوذة ما رأيك ليحنى 19 يقتبس من المزموك 134 ليثبت لنا أنه نقوء عن المسيح ماذا يقول هذا المزموك يقول كثيرة هي بلا يصدير من جميعها ينجيه الرب ماذا تعني لك كلمة من جميعها ينجيه الرب يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر الشر يميت الشرير الشر يميت الشرير ومغضي الصديق تعاقبون هل تحقق هذا في يهوذة الأستر يوتي أخبرني متى ما رأيك فيما جاء في سفر الحكم الذي لا تؤمن به يؤمن به الكتريك والأرثوذك يقول فإن كان البار ابن الله فهو ينصره ينصره وينقذه من أي مقاومين هل كان المسيح ابن الله البار فأنقذه الله تفاعك وتعالى شكرا يا دكتور أشكرك جدا فضل أخي رشيد آخر عشر داعي وبعدها ست داعي فضل من الغريب والعجيب حين ألتزم بالموضوع وتحدث عن القرآن وأستشهد بما قاله مفسر المسلمين يقول أنا أناظرك في القرآن لا بما قاله المفسرون وكل مداخلة لا تستشهد بالقرآن وإنما تستشهد بأشياء أخرى لا علاقة لا بالموضوع هذا من غريب ومن العجيب ومن المتناقضات ثم يقول كل وقت يحاول يذهب لسفر الأمثال لسفر المزامير لأسفار أخرى ويؤول بحسب مزاجه دون التزام بما قاله المفسرون عكس ما أفعله أنا أقول لك قاعدة وضعها حلقة في أذنك يا شيخ القاعدة حين يكون لدينا نصا صريحا لا مجال التأويل النص الصريح الذي لدينا كل الأناجيل صرحت بأن المسلوب كان يسوع المسيح الناصري لا مجال التأويل كل الكلام الذي قلته لا يهم في هذا الإطار بصلة اعطني آية واحدة تقول بأن المسلوب كان شخصا أخر كل هذا الكلام هو مجرد حشو لا طائل منه ثم تقول تستشهد بهرتقة باسليدس هرتقة باسليدس معروفة عند المسيحيين رد عليها الآباء في وقتها وردوا عليه ردودا مفحمة فليس بحج علينا وإلا كان إخوان الصفا وهم هرتقة إسلامية حج عليك لأنهم آمنوا بأن الذي صلب هو المسيح وإلا كان الأحمديون حج عليك وهم هرتقة إسلامية أيضا بأن المسيح أغمي علي أنه هو الذي كان على الصريب وأحمد دي دات الذي تتخنون به أيضا آمنوا بنظرية الإغماء أن هذا الشخص كان المسيح لكنه أنقذ لاحقا إذن ثم تقول بأن القرآن لا يعطينا التفاصيل لماذا؟ لأن القرآن لا تهمه التفاصيل كيف بأمر على هذا القدر من الأهمية سينقذ مليارات من البشر من ضلالة كما تزعمون وهي المسيحية لا يكون على هذه الدرجة من الأهمية ومسألة في بيت محمد بين أزواجه تأخذ أهمية أكبر ويفرد لها القرآن آيات كثيرة يعني غرفة نوم محمد أهم من أنه يشرح عقيدة لمليارات من المسيحيين والمسلمين هذا شيء عجيب وغريب ثم تقول بأن سمعان القيرواني قد يكون هو البديل طب اعتني من القرآن أنت تحتاج إلى الأناجيل هل القرآن دكر لك سمعان القيرواني؟ أنت تحتاج إلى الأناجيل لمعرفة الأسماء أنت تحتاج إلى الأناجيل لمعرفة الأماكن أنت تحتاج إلى الأناجيل حتى تعرف الأزمنة لماذا؟ لأن القرآن لا يعطيك هذه التفاصيل القرآن هو جراب الحكواتي لا يعطي تفاصيل عن أي شيء لا يقول المكان الذي تم فيه الصلب لا يقول الزمان الذي تم فيه الصلب لا يقول من كان في الصلب لا يقول أي شيء تعرف نحن نتعلم في الصحافة أن عناصر الخبر أن تكون 5W اللي هي هو وات وين وير كل هذه الأمور 5W حتى يكون خبرا القرآن لا يحترم أي منها من؟ أين؟ متى؟ لماذا؟ لا شيء هذا لا يضعه صحفي هاوي في جريد صفراء كخبر فكم بالأحرى إله الكون كله يقول لك وما قتلوا وما صلبوا لكن شبه لهم وخل المسلمين اضربوا في بعض لهم عارفين من صلب لهم عارفين من شبه وحتى شبه لهم فسروها تفسيرات كتيرة ويقول لك إحنا عارفين والقرآن لا يهتم بهذه التفاصيل عجيب دعني أعود لمسألة أخرى المسيح كلمة من الله يقول القرآن إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه عفونا بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ثم يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها إيه هي كلمة الله المعخوذة مباشرة من إنجيل يحنى يعني بشر الله قال المفسرون بشر الله مريم بعيسى وقالوا هي كلمة كن طبعا لهم اختلفوا في كل شيء واختلفوا في هذه أيضا قالوا عيسى هو الكلمة من الله قالوا بل هي اسم لعيسى هذا تفسير الطبر لسورة آل عمران هل الكلمة هي كن؟ لا طبعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون لو كانت الكلمة هي كن إذن آدم هو كلمة الله أو الخنزير كلمة الله لأنه خلقها بكلمة كن أو الحمار هو كلمة الله لأنه خلقها بكلمة كن أو الدجاجة كلمة كن أيضا الشيخ منقد السقار كلمة الله أنا كلمة الله كل واحد كلمة الله الكون كله كلمة الله لماذا تفرد المسيح بهذا اللقب إذا كان هو كن إذن هذه راحت نذهب إلى شيء آخر هل الكلمة كلمة الله هي البشرة؟ يبشرك بيحيا يبشرك بيحيا قيلت لزكريا إذن يحيا كان مفروض يكون كلمة الله إسحاق أيضا سارة بشرة به فضحكت فبشرنا بإسحاق إذن إسحاق كلمة الله ولا واحد من هؤلاء لدي كلمة الله الوحيد الذي سمي كلمة الله هو المسيح إذن ما معنى كلمة الله؟ كلمة الله لا تنفصل عن ذات الله وأنا أسأل الشيخ ما معنى المسيح كلمة الله؟ هل تستطيع أن تشرح للمشاهدين هذا الأمر من القرآن؟ هل كلمة الله خالقة أم مخلوقة؟ هل كان الله في يوم من الأيام دون كلمة؟ إن الذي اقتبس هذه الكلمة ووضعها في القرآن لا يعلم معناها اللهوتي فالكلمة هو اللوغوس هو العقل الإلهي الذي خلق الكون وبالتالي كاتب القرآن يعترف بلاهوت المسيح دون أن يدرك كعادة المقتبسين كعادة الحكوات حين يجمع قصة من هنا وقصة من هناك ولا يعلم بأنه ربما يجمع ما يطعن في مصداقيته نأتي إلى مشكلة أخرى مشكلة الاسم عيسى القرآن تجرأ وسمى المسيح بعيسى في حين أن اسمه يسوع يسوع الله يخلص لكنه غير الاسم عيسى ويقولون بأنهم يكرمون المسيح أي إكرام إذا تجرأت على هذا الاسم؟ يقول بروفيسور نيل روبرسون يقول الكتابة الإملائية الغريبة لعيسى تظل لغزا ويقترح ربما أنها من إيش الاسم السرياني وحتى هذا خطأ لكنه يعترف بأنها تظل لغزا العيس هو ماء الفحل عجيب أن يتغير اسمه الله يخلص إلى ماء الفحل اشرحوا لنا ما معنى عيسى ليست من اليونانية؟ ليست من السريانية؟ والغريب أن جواد علي في المفصل في تاريخ العرب يقول بأن العرب كانوا يسمون عبد يسوع عبد يسوع عبد يشوع وإيشوع فلماذا لم يستخدم القرآن هذا الاسم مدام كان موجودا عند العرب؟ ولماذا استخدمت الأحاديث والتفاسير يشوع سموه يوشع بن نون وهو نفس الاسم ولم يقول عيسى بن نون لماذا استخدموا اليسع في القرآن ولم يستخدموا العيسى وهي تنقسم إلى الشقين والشق التاني هو يسوع اليسع لم يذكر إذن تعديتم على اسم يحترمه المسيحيون ويجلونه ومع ذلك تعتقدون بأنكم تكرمون المسيح ماذا لو جئت أنا اليوم وقلت بأن محمد اسمه حمودة أو اسمه موحة أو اسمه مو تعال نناديه بمو ولقد أكرمته هل ستقبلون؟ لن تقبلوا ذلك والدليل أن المسيحيين العرب رفضوا حتى في البلاط الأموي رفضوا أن يسموا بعبد عيسى وسموا عبد يسوع إمعانا في رفض هذا الاسم الذي أتى به القرآن ولا تحداك أمام المشاهدين أن تشرح ما معنى عيسى من أين أتت عيسى؟ ما هي هذه العيسى؟ ما هو الجدر هذا الاسم؟ لن تعرف أما عن ترياتك فقلت لك أتركها أنت هنا الآن في مناظرة فادلي بدلوك أنت لست هنا تنسق لمناظرات قادمة ادلي بدلوك الآن لنرى شطرتك الآن أما التنسيق لمناظرات هذا يتم في الإيميلات وفي مكانه قلت شيء آخر بأني لم أكن أمينا في نقل كلام الرازي لا قلت بالحرف بأن الرازي قال هذا الكلام ورد عليه ردا لا يشفي الغليل إذا رجعت إلى المناظرة فلست أنا من يقوم بهذا الأمر بل اتضح أنك في المرة الماضية أنت الذي لم تكن أمينا في نقل المراجع وبالدليل قد فضح هذا الكثيرون ولا داعية للاسترسال في هذا الكلام فإذا نعود التزم بالموضوع واشرح لنا من هو هذا الشبيه واشرح لنا ما معنى كلمة الله واشرح لنا مشكلة الإسم الدكتور منذر الوقت سيكون ستة دقائق فقط فضل طيب شكرا لك جناب القص اللي بدأي أقوله يا أستاذ التنسيق للمناظرة يكون بالفعل بعد المناظرة لكن قبول التحدي يكون في وسط المناظرة إذا كنت قادرا ولا أظنك قادرا على ذلك بداية يقول الأستاذ من دين جاء اسم عيسى في الحقيقة اسم عيسى اسم موجود عند الصحابة موجود عند العرب قبل الإسلام لذلك ثلاثة من الصحابة الذين ولدوا قبل الإسلام كان اسمهم عيسى لا يمنع أنه كان في ناس يسموهم يسوع يسأل يقول هذا أستاذ عيسى الصباحي والثقفي والعبسي يقول من أين أخذ العرب اسم عيسى يجيبك على ذلك مستشرق مهم جين أوليف ماذا يقول جين أوليف يقول من الممكن أن يكون عيسى هو في الواقع الاسم الأصلي ليسوع يمكن يكون هو الاسم الأصلي ليسوع لكنه يرجح أن عيسى كان شكلا عربيا من الاسم السائد بين المسيحيين المسيحيين الناطقين بالسريانية ويذكر في دارة المعارف الكتابية شيء من هذا أرثر جيفري أيضا كان يقول بأن هذا الاسم مأخوذ من اسم عربي إذن هؤلاء العلماء كانوا يقولون ذلك فما عليك إلا أن تقول بما قاله العلماء طيب الأستاذ يقول ليش القرآن ليش القرآن يذكر اسم اليسع ويذكر اسم غيره من الأنبياء الذين معناهم الرب خلص الرب سمع اسمائه ثم يأتي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيغير اسمه لأن العرب كانت تسميه بذلك قبل الإسلام لأن المسيحيين السريان كانوا يسمونه بهذا الاسم فهذا مختصر هو كل القصة الآن جناب الأستاذ الكريم يريد أن يقول بأن الرب يخلص هو معنى اسم يسوع وهذا الكلام غير صحيح ولا أظنك أقوله وأستطيع أن أجيبك يقول من أين اشتق هذا الاسم من أين اشتق هذا الاسم دعني أجيبك فأقول بأن العلماء قالوا بأن اسم أعجمي ليس له اشتقاط عربي لكن إذا أردت اشتقاطه فلدينا أحد أمرين العيس أو العوث وهو السياسة هذا من الممكن أن يكون اسماً للمسيح عليه الصلاة والسلام أو منظر للمسيح عليه الصلاة والسلام في هذا الاسم بهذا الأمر طيب لماذا العرب عددت عن اسم يسوع إلى اسم عيتا لأن كلمة يسوع في اللغة العربية تعني يضيع معنى أساعة أي ألقى في السياع أو ألقاه في الضياء لأن هذا الاسم لا يليق بالمسيح عليه الصلاة والسلام في لغة العرب بالأجل ذلك غيره العرب قبل الإسلام إلى عجز عليه الصلاة والسلام ساعة يسوع ساعة الشيء إذا ضاع إذن جنابي لأن القرآن أو لأن العرب أيضاً من قبل القرآن تعظم هذا النبي رفضت أن تشتق له اسم يسوع من الضياء وغيروا هذا الاسم إلى ما تراه الآن يقول جنابي الأستاذ يقول هذه الكلمة أو هذه كلمة الله يقول كلمة الله هو المسيح عليه الصلاة والسلام الحقيقة أولاً لم وخلمة الكلمة هذه فيها علينا عليها اعتراضات الأول أنها مأخوذة من الفكر اليوناني وليست مسيحية قالها المسيح عليه الصلاة والسلام هذا ما يقول برقص عزيز يقول هذه مستعارة من فلو اليهود الأسكندراني الكنيسة المسيحية الأولى استفادت كثيراً من الصور والتفكير المنطيق اليوناني وملأته بالرسالة المسيحية أي بالإنجيل فهذا بالحقيقة مقتبس من اليونان أيضاً براتراند الرسم يقول في تاريخ البلسفة يقول ما قاله القديس يوحنى عن اللوغوس إنما هو مأخوذ من الوثنيات من ديانة أفلاطون نفس الكلام يقوله بلسيان شالي أقول المسيح كلمة الله ماذا تعني كلمة الله كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون نريد أن نعرف ماذا تعني كلمة الله قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون أي أن المسيح خلق بكلمة الله تبارك وتعالى بكلمة كن فهو مخلوق بكلمة الله وليس هو كلمة الله كلمة اضطهاد اليهود تعني اضطهاد النازيين لليهود وتعني اضطهاد اليهود الفلسطينيين مرة تدل على اسم الفاعل مرة تدل على اسم المفروض كلمة الله يعني خلق بكلمة الله يقول لإمام بن كثير ليس الكلمة صارت يتوع ولكن بالكلمة صار عيسى ونفس الشيء يقول الإمام البخاري ويغرى أن ذلك مصداق قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يقول أنه كلمة الله الخالق أو المخلوق القرآن يجيب إن الله يبشرك بكلمة منه أصبه المسيح عيسى بن مريم ثم يقول كذلك الله يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يقول الأستاذ طيب الله عز وجل خالق الخنازير وخالق إلى آخره لماذا المسيح سمي كلمة الله لعدة أمور الأمر الأول ذلك من باب التعظيم له عليه الصلاة والسلام أنت لا تعظم الله فتقول يا رب أنت خالق الخنازير لكنك تقول أنت خالق الكرام فمن الإكرام لله عز وجل أن لا ينسب إليه كل شيء ولو كان هو أول خنزير خلق بكلمة الله وأول حمار خلق بكلمة الله لكن ليس من الأدب أن ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى لنعود إلى هذا الموضوع شكرا جزيلا فضل آخر شيء يعني فسر الماء بالماء قال بأن كلمة الله تعني خلق بكلمة كن كل شيء خلق بكلمة كن فإذا كان المسيح سمي كلمة الله لأنه خلق بكن فكل شيء حتى آدم سميه كن سميه كلمة الله حتى حواء سميها كلمة الله كل شيء حتى الشيطان خلق بكلمة كن وهذا مستحيل لأنه خاص بالمسيح فأنتم لا تدرون أنكم أخذتم كلمة وتورط فيها القرآن هل الكلمة مخلوق أم خالق لقد قامت محنة في التاريخ الإسلامي بسبب هذا الأمر ولذلك الآن المسلمون يعتبرون كلام الله ليس بمخلوق وبالتالي كيف تقولون عن كلمة الله أنه مخلوق إذا كنتم تعتبرون كلام الله ليس بمخلوق هذه ورطة وقد انتبه لها المعتزلة منذ زمن وجرى ما جرى في التاريخ ثم يقول أن اسم عيسى كان موجود كان موجود عند السريان اعطني اسم واحد عند السريان كان اسمه عيسى اعطني اسم واحد كان اسمه عبد عيسى بينما السريان الذين تحققنا من أسمائهم وموجودون كأطباء عائلة بخت يشوع في بلاط الخلفاء المسلمين بخت عبد عبد بخت يشوع فلماذا لم يسموا بخت عيسى اعطينا اسما واحدا أم هو الكلام فقط إذا نعود إلى القرآن المسيح في القرآن المسيح في القرآن أيضا يتنبأ عن مجيء نبي بعده دعونا نرى هل ذكر المسيح نبيا يأتي من بعده وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد لا أدري هل أعتقد أنه النص مش ظاهر على الشاشة فأنا سأحاول إظهاره على الشاشة أرجو أنا عارف أنا بحاول أظهر النص على الشاشة وأتمنى يظهر حتى تكتمل المناظرة أعتقد الآن باين تمام إذن نحن الآن نقول أين ذكر أحمد في الإنجيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ابعته في كل الأناجيل حتى في الأناجيل الأبوكريفة ورون أين يوجد هذا الرسول لإسمه أحمد المشكلة أنه ماني قبل الإسلام زعم أنه الفارقليط في القرن الثالث للميلاد حسب الفهرس لابن النديم قال زعم ماني بأنه الفارقليط مبشر به من عيسى هذا قبل محمد فالإسلام هو يقلد الهرطقات التي ظهرت عبر التاريخ ماني ادعى أنه المعزي مثل ما نسب ابن إصحاق فكرة المعزي لمحمد ادعى أنه خاتم الأنبياء ادعى أن المسيح لم يصلب سبحان الله على هذا التشابه يبدو أن محمد كان يقلد الهرطقات ولا يذهب إلى الأناجيل الصحيحة وبالتالي أنا أسأل أسأل أين يوجد هذا الأحمد الذي يتحدان أو الذي يقول القرآن أو يدعي بأن المسيح قد ذكره في الحديث عن المجيء النبي المنتظر خليني أسأل المسلمون يدعون أنهم كرموا المسيح أنا أسألهم أي تكريم من هذا أي تكريم غير اسمه من يسوع إلى عيسى والمسيحيون لا يرضون بذلك كما لا يرضى المسلمون أن نغير اسم محمد إلى موحة أو حميدة أو حمودة تحدث عن فرج والدته والمسيحيون لا يرضون ممكن تقول عنها العذراء ممكن تقول عنها العفيفة ممكن تقول القديسة لكن لا يرضون أن تذكر قديستهم بهذا الشكل غير اللائق والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه لا يرضون بذلك هذا ليس إكراما أنكر لاهوته أنكر صلبه وقيامته دعا أنه مجرد مبشر بمحمد جعله هذا ليس في القرآن في الحديث لكن ممكن أن نضعه في العقيدة الإسلامية جعله يعود ليكسر الصليب والصليب رمز مقدس عند المسيحين ادعى المسلمون أن إنجيله حرف ماذا تبقى من المسيح غير الاسم ماذا تبقى لقد خلقتم مسيحا مزورا وتدعون أنكم تؤمنون بالمسيح من يريد أن يعرف المسيح يذهب للإنجيل لا القرآن القرآن أنت تقول بين الأنجيل لم يكونوا شهود عيان وهذه مسألة ممكن نبحثها في تاريخ الأنجيل وكأن القرآن شاهد عيان كتب بعد سبعة قرون تقريبا ستة وشوية من الحدث كتب بعيدا عن الحدث وكأن القرآن هو شاهد العيان تريدنا أن نصدق القرآن ونترك الأنجيل التي كتبت في القرن الأول شيء عجيب وغريب شكرا أخي رشيد فضل دكتور طيب جناب الأستاذ رشيد يتساءل هل المسيح عليه الصلاة والسلام عفوا لم تظهر الصورة يتساءل هل المسيح عليه الصلاة والسلام خالق أو مخلوق ذكرت لك ما قاله القرآن الكريم كذلك الله يخلق ما يشاء عند المداخل قبل أن أرد على أسئلتك معاصر المسيح عليه الصلاة والسلام هل كانوا يؤكدون ما قاله القرآن الكريم عن نبوة المسيح أم كانوا يقولون ألوهيته إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم والقرآن ما قاله قاله يسوع عن نفسي أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعهم يالله نرى واحدا من الفريسيين اليهود الذين لا يؤمنون بيسوع لنرى هل هو يكفر بالمسيح نبيا أن يكفر به إلها فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا فهو يكذب نبوته أم ألوهيته فهذا الأمر لم يدر في خلدهم لذلك يقول القص مثل مسكين يقول فالفريسي رأى شهادة بأن المسيح ليس نبيا كما يداع عنه إذن كان ينكر نبوته التي أذيعت عنه ويقول جون ماك آرثر لقد علم يسوع أفكار سمعان وبين له حقا أنه نبي إذن المسيح كان يقول بأنه نبي اليهود كانوا يرفضون لبوة المسيح فقال إنه لم يقم نبي من الجليل فكل ما قالوه هو إنكار نبوته لأن موضوع لهية كان غير مطلوب لو دعنا إلى التاريخ القديم يخبرنا الباب طواظرس بأن الغنوصيين كانوا يؤمنون بأن المسيح إله من الدرجة الرابعة ومن الدرجة الأولى من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة الأبيونيون كانوا في القرن الميلادي الأول كانوا يعتبرونه نبي ممتاز يطلامي يوحن المعمدان أنك إذن عندنا آباء وناس في القرن الأول قريبين من عصر الرسل كانوا يؤمنون بأن المسيح إنسان يقول الكاردنات جان دانيالو يقول لقد ظهر باكرا جدا باكرا جدا في المسيحية تيار يرى في يسوع إنسانا كسائر الناس إنسانا كسائر الناس ما في له أبدا وكانوا يرون أنه أصبح النبي الأمثل بعد حادثة العمل 31 أسطف أكبر الأساقف الأنجليكان في الكنيسة التي تنتمي إليها عملوا استبيان لهم في صحيفة الدين نيوز سألوا 31 من التسعة وتلاتين الذين وافقوا على المشاركة 11 منهم فقط قال ينبغي على المسيحيين أن يعتبروا المسيح إلها وإنسانا 19 أسطف يكفي أن يعتبر يسوع وكيل لله وفي واحد رفض أن يتحدث بشيء هذا نشرته جليلة الدين نيوز في تاريخ 25-86-84 نعم الباب الكاثولوكي بن فاس كان يسخر من الذين يؤمنون بلاهوت المسيح يقول من البلاها بلاها أن نعتقد أن الله واحد وثلاثة في آن واحد هذا الباب للكنيسة كان يقول من البلاها أن تعتقد أن العذراء قد ولد طفلا أن الله قد صار إنسانا طيب أنت كيف بابا؟ قال هذا ما أؤمن به وأعتقده كما يؤمن ويعتقد كل إنسان متعلم أما السوق اللي يؤمن بأن المسيح إنسان فيعتقدون غير هذا علينا أن نتكلم كما يتكلم السوق وعلينا أن نفكر ونعتقد كما يفكر القلة هذا بابا من بابوات الكنيسة يا أستاذ اليوم معظم الذين يؤمنون بالمسيح عليه الصلاة والسلام يؤمنون به نبياً ولا يؤمنون بلا هوك الأستاذ يقول بأن القرآن أساء إلى مريم عليه السلام حينما ذكر كلمة الفرج لا تعلم أنت يا أستاذ أن الفرج من ألفاظ الكناية اللفظ الصريح هو لفظ الحر أو الحرة أما الفرج فهو لفظ من ألفاظ الكناية أدى من آداب القرآن لذلك جاء في الرواية فأخرج جبه فيها مكفوفة الجيب والكمين والفرجين فالفرج هو الشخ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود فالفرج هو اسم للشق وهو لفظ من ألفاظ الكناية لذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا المقصود من الفرج هنا الجيب هذا يسمى الفرج لأنه قال فنفخنا فيه من روحنا وجبريل إنما نفخ في جيبها ولم ينفخ في مكان عذريتها أيضا عندنا مفسر آخر أستهيلي يقول أحسنت فرجها يريد فرج القميص يقول فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا فهذا من ألطاف الكناية لأن القرآن أنزه معنا وأوزن لطفا وألطف إشارة وأملح عبارة من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل هذا الكلام كلام جاهل وأيضا تجده عند الفراء يقول نفس الشيء وعند غيرهن العلماء لكن ماذا منك مؤدل جدا جدا ما رأيك أن تشرح للسادة المشاهدين ماذا تعني فرجت رجليك لكل عامل شكرا جزيلا ماذا تعني كلمة لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخير شكرا يا دكتور ماذا تعني لحمهم لحم الحمير شكرا يا دكتور آخر ست دقائق للأخ رشيد المني مذكور في القرآن واللحم مذكور في القرآن والأغدم منه الفرج ولكن لأنك خجلت أمام الجمهور ذهبت وتقول الجيب طيب لما يقول القرآن وكل المؤمنات يعني يعددنا من أبصارهن وحفظنا فروجهن يعني كل واحدة تمشي ماسكا جيبها يعني تمشي في الطريق أنا حافظ جيبي حفظنا فروجهن أنتوا لما ترقعوا اعرفوا أنه في آيات أخرى يصعب ترقيعها الترقيع لازم تعرفوا أنه في آيات أخرى الخطاب للمؤمنات يحفظنا فروجهن يعني كل واحدة تروح تخيط جيبها مثلا هذا من المضحكات المبكيات المسلم يؤمن بإله نافخ في الفروج وأنت عوض أن تقول كان من المفروض أن لا يحصل هذا أنت تتمادى وترقع وتقول بأن القرآن حياء وكذا وأنه يتكلم هل تردى أنت الآن أنت لست المسيح ولست نبيا ولا أي شيء من هذا هل تردى أن نناقش مع احترامي الكبير لك ومع احترامي للمشاهدين وأنا أقول هذا الأمر وتمنيت لو لم يذكر في القرآن هل تتمنى أن نناقش فرج الوالدة على الشاشة فلماذا يناقش القرآن فرج والدة المسيح ونفخنا في فرجها هل هو إله خالق أم نافخ في الفروج هذه شيء ينبغي أن تحلوه المسيحيون لا يرضون بذلك ولا تقولوا أنكم تحترمون المسيح بناء على هذا من يحترم المسيح المسيح عطان معيارا قال هذا من يحب المسيح ويحترمه قال الذي عنده وصايايا ويحفظها فهو الذي يحبني الذي عنده وصايايا ويحفظها فهو الذي يحبني هذا في يوحنى 14 والآية 21 أما أنت ادعي أنك تحب المسيح ولا تحفظ كلامه فهذا الدعاء لا نقبله الذي عنده وصايايا ويحفظها فهو الذي يحبني أين وصايا المسيح في قرآنكم؟ أين هي الموعدة على الجبل في قرآنكم؟ أين هي تعاليم المسيح؟ شدرات هنا وشدرات هناك كالحكوات التي يجمع أخبار من هنا وهناك هذا ليست حياة المسيح هذه مجرد أشياء لقطات من حياة المسيح معخودا من مصادر مختلفة أغلبها غنوسية كما قلت مرارا الأمر الآخر الذي ينبغي أن أقوله يقول بأن المسيح برأ أو القرآن برأ المسيح من القتل كيف أو أنجاه من القتل؟ طيب لماذا؟ لأنه دعا يقول طب ما محمد دعا مرات كثيرة ومع ذلك تؤمنون أنه قتل بسم يهودية ما زكريا دعا وقتل والقرآن يقول بأن قتل الأنبياء مذكور في آيات كثيرة آل عمران 112 ويقتلون الأنبياء بغير حق فريقا كذبتم وفريقا تقتلون فلما تقتلون أنبياء الله؟ أنبياء الله قتلوا فما الغريب أن يقتل المسيح هل جاءت عند المسيح هو الوحيد الذي دعا؟ كل أنبياء الله دعوا وتؤمنون بذلك ومع ذلك قتلوا ما معنى أن هذا شبه لهم؟ إنه القرآن يريد أن يضرب كل عقائد المسيحية يجرد المسيح من كل شيء مثل سويسرا تعمل الساعات الجيدة فتأتي الصين وتقلدها بساعات رديئة مسيحكم نسخة رديئة من المسيح المسيح الحقيقي أنا كمسلم كنت أرى المسيح في القرآن فإذا بلما قرأت الإنجيل وجدت أن أخفيت عن الحقيقة ليس هذا هو المسيح الذي قيل لي عنه مسيح القرآن كان جبانا خاف وتراجع في آخر لحظة وهرب وألقى شبهه على شخص آخر وترك هذا الشخص لمصيره بينما هو ذهب إلى السماء مسيح الإنجيل شجاع واجه الموت أي نعم كان مرا وكان قاصيا ودعا في الجلجتة وكل هذا الأمر لا ننكره ولا نخجل منه لكنه واجهه بكل شجاعة وفي الأخير هناك انتصار وهو انتصار القيامة نعم الموت لم ينتصر القيامة انتصرت ولذلك نحتفل بعيد القيامة ولذلك نقيم أعيادنا وكنائسنا واجتماعاتنا يوم الأحد كذكارا للانتصار نعم الموت حصل الآلام تحصل في حياة كل واحد وقد حصل الموت في حياة المسيح لكن المسيحية لا تعلم فقط هذا الأمر تعلم أنه بعد الجمعة هناك أحد بعد الموت هناك فرج بعد الموت هناك قيامة بعد الموت هناك أمل ولذلك أتوجه الآن لكل مشاهد ومشاهدة إذا أردتم أن تعرفوا المسيح لا تذهبوا لكتاب من القرن السابع الميلادي لم يكن حاضرا لا هو شاهد حيان ولا أي شيء كتاب جمع أساطير مختلفة من أناس مختلفين اذهبوا إلى الكتاب الأصلي إذا أردتم تعرفوا محمد ابحثوا عنه في القرآن أما إذا أردتم أن تعرفوا المسيح ابحثوا عنه في الإنجيل فهو المصدر الحقيقي للمعرفة عن المسيحية ليس قرآن محمد أنا أشكر كل واحد وأطلب من كل واحد أن يفكر في مصيره أن يفكر في مصيره لأن هذه المناظرة هي عن المصير هي عن المصير شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا أخ رشيد على كل ما قدمته شكرا دكتور منقز على كل ما قدمته أتمنى لكم التوفيق وشكرا لكل مشاهدين الأعزاء في كل مكان لحسن المتابعة نترككم الآن في رعاية الله وإلى اللقاء في مقابلة أخرى من خلال شاشة الكرمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة